شباب البومب الحادي عشر الحلقة التاسعة عشر ممنوع الضحك المحزناتي تقدم الحلقة التاسعة عشر من مسلسل شباب البومب الحادي عشر جرعة كوميدية مكسفة رغم أن عنوانها المحزناتي وكان لجمهور طلبا لدى صنع شباب البومب وهو تغيير موعد العرض وعلق أحد المتابعين أطالب أنهم يغيرون وقت شباب البومب كل الحلقات تروح علي ترى تفشت أنا وعلق آخر شئتم أم أبيتم البومب أفضل مسلسل في رمضان شهدت أحداث الحلقة إصابة أبو نواف بأزمة قلبية بسبب الضحك وطلب منه طبيب أن يمنع عنه الضحك لكي لا تسوء حالته الصحية طلب أبو نواف في مساعدة جوهر أن يبحث له عن أشخاص تعمل معه في مهنة جديدة وهي عبارة عن المحزنات وهو أشخاص يجعله حزينا طوال الوقت لكي لا يصاب بوعقة صحية جديدة وكان عامر فيصل عيسى وياسر محمد الدسري هما من فاز بالمهنة الجديدة بعدما استطاع أن يبكون أبو نواف طوال الوقت وذلك مقابل مادة 5000 ريال شهريا تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول قضايا الشباب السعودي بطريقة طريفة حيث يقدم عدة حلول لهذه القضايا ترجمة نانسي قنقر